كثيرا سمعنا جعجعة لكن لم نرى طحينا حضر هذا المثل العربي قبل واثناء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاخيرة الى المملكة المتحدة كانت شوارع العاصمة لندن تعج بلافتات مناهضة للحرب في اليمن التي تقودها السعودية استنكر المعارضون ودعت بعض الاحزاب من خارج السلطة الحكومة الى وقف تصدير الاسلحة للسعودية عطفا على ما خلفته هذه الحرب من ضحايا ووضع انساني هو الاسوأ في العالم وفق تصنيف الامم المتحدة تلك الامال والتطلعات التي سبقت الزيارة لم تكن بمحض الصدفة او دعوة خارج نطاق الواقع بل كانت تنم عن دراية بالدور البريطاني في الملف اليمني وهو دور محوري وفعال ذلك متفق عليه لكن نقطة الخلاف او بالاحرى النقاش هي حول هذه الفاعلية اهي سلبية النتائج ام ايجابية تجاه الحرب في اليمن تقييم الزيارة بهذه الطريقة ايضا هو الاخر محل نقاش فالزيارة كما هو واضح من نتائجها لم تجري بمقتضى هذه المعايير بقدر ما اخذت على اعتبار المصالح بين البلدين وذلك هو منهج الدول الغربية في التعامل مع الاخرين ليبقى الملف اليمني هامشيا بالنسبة لملف الاقتصاد والتبادل التجاري بين البلدين وملف تغيير الذي يقوده الامير الجديد في بلده ومنطقة الشرق الاوسط عموما اما الوضع في اليمن فقد عبر عنه ببيان مشترك لم يأتي بجديد سوى انه كرر ما سبق وانقيل في مناسبات كثيرة من قبيل التأكيد على الحل السياسي وتعزيز الرقابة على تهريب الاسلحة وبعض التأكيد على اهمية معالجة الوضع الانساني الصعب في البلاد وعطفا على كل ما سبق فالجلي الان ان ولي العهد السعودي تقدم خطوة في طريق تسويقه للعالم بينما بقي الملف اليمني على حاله وتلك هي الارادة الواضحة بشأن الملف اليمني المراقب للاحداث يدرك جيدا اهمية هذا الملف بالنسبة للملك المرتقب الذي يبني عليه تحركاته الداخلية والخارجية في ام وربما ليس من المناسب انقشاع دخان الحرب بينما لا يزال محمد بن سلمان على عتبات الملك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر